اشتركوا في القناة وجاء رئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنها من استعادة ممارسة نشاطها بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس الوزراء مصطفى مدولي ووزراء المجموعة الاقتصادية ووضح المتحدث باسم الرئاسة سفير بسام راضي أن الاجتماع تناول عرض أوضاع ألاف المصانع والشركات والأشخاص التي برئيس متعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجالة الانتاج قالت وزيرة الثقافة ناس عبدالدايم أن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي خلال العام الجاري يأتي تأكيدا لمكانة مصر الريادية باعتبارها ملتقى لثقافات عبر الأزمنة والعصور وخلال مؤتمر صحفي للآلان عن فعاليات تنصيب القاهرة أشارت عبدالدايم إلى أن القاهرة تعد أكثر من كونها عاصمة سياسية لمصر فهي مركز إشعاع ثقافي وحضاري مؤكدة أن وزارة الثقافة أعدت برنامجا متنوعا للاحتفال بهذه المناسبة بمشاركة كل قطاعتها وهيئاتها نفى نائب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مأثير بشأن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني وأكد حجازي في تصريحات خاصة لتن أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن تأجيل الدراسة حتى الآن مشيرا إلى أنه سيكون هناك حملات توعوية بشأن الأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها بالإضافة إلى نشرات دورية لتوعية 23 مليون طالب بالتعليم الأساسي أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد إلى 425 حالة وفاة بعد تسجيل 64 حالة جديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد أشرت السلطات إلى أنه تم رصد 2345 إصابة جديدة بالفيروس في هوبي بؤرة تفشي المرض ليصل العدد الإجمالي للمصابين في الإقليم إلى 13522 حالة في غضون ذلك سجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمريض كان قد تم إخضاعه للحجر الصحي والعلاج قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي ألواء أحمد المسماري أن أردوغان يدير شبكة إرهابية دولية من خلاله شركة أمنية أنشأها وتحولت إلى ذراع لتنظيم الإقوان لتنفيذ عمليات إرهابية وخلال متمر صحفي له كشف المسماري أن شخصا يدعى عقد غازي هو من يقود المرتزقات السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال في صفوف ميليشيات ترابلوس وأكد المسماري أن أردوغان كان يستهدف إرسالة 18 ألف إرهابيين إلى ليبيا مضيفا أن تركيا نقلت ما يصل إلى ألفين مسلحين من تنظيم جبهة النصرة إلى ليبيا عبر مطار معيثيجا أطلق تحالف دعم الشرعية في اليمن أولى رحلات الجسر الجوي لنقل عدد من المرضى اليمنيين للعلاج في العاصمة الأردنية عمان بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث قال التحالف في بيان إن هذه المبادرة التي أطلق عليها اسم طائرات الرحمة تأتي في إطار الجهود الإنسانية لقوات التحالف وحرصها على تخفيف من الأوضاع التي يعنيها الشعب اليمنية وتحسين ظروفهم الإنسانية لقد سيدتان مصرعيهما وأصيب طفل صغير إثرى إطلاق نار في سكن جامعي تابع لجامع تكساس A&M بمدينة كوميريك وقالت شرطة إن حالة الطفل البلغ من العمر عامين والموجود في مستشفى المحلي مستقرة دون أن تدلي بمزيد من المعلومات عن السيدتين لذلك قالت الجامعة إن شرطة تتحقق في سقوط ثلاثة ضحايا جراء إطلاق نار في السكن الجامعي إلى الخبر الأخير بتأكيد للشوكولاتة مضاق جميل لكن كيف ستكون بعدما استخدمها النحاة البرتغالي خورخي كاردوسو في نحتي تمثال لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو بالأبعاد والقياسات الحقيقية تكريما لمسيرة لعب إيوانتوس الإيطالي التمثال الذي تم تنفيذه في مدينة فريربورج السويسرية بطول 187 سنتيمتر وبوزن 120 كيلوغرام احتاج إلى 200 ساعة للانتهاء من تصميمه ومن المقرر نقله إلى البرتغال ليتم عرضه لمدة ثلاثة أيام في بلدة كاردوسو بعد عرضه في سويسراء ختم الموجز عودة إليك أحمد لاستكمال باقي فقرات صباح الورد شكرا يا أبو حميد وطبعا تمثال زي ده ياخدوا معي يومين بكتير كوبات شاي خلص تمثال ده كله من عرشك الشوكولاتة يلا أبو حميد عمدينا فقرات كتير وعايزين ننوي كمان لحضراتكم إن احنا بيبقى فيه طبعا مقترحات وكل اللي بيهم حضراتكم فكروا معانا في الأفكار بنخلص صفحتنا على الفيسبوك صفحة صفاح الورد موجودة قدامكم حضراتكم دلوقتي على الشاشة ممكن بقى نستعرض مع بعض كنا نفكر مع بعض عايزين ايه من الفقرات ايه الفقرة اللي عجبتكم ممكن نطرحها ونجيبها مرة تانية كل الأفكار هناخدها من حضراتكم على صفحة فيسبوك صفحة صباح الورد هنروح نستعرض فقراتنا ونرجع نبدأ برنامجنا حالا اشتركوا في القناة 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 استعرضنا فقراتنا النهاردة مع حضراتكم وخلينا نصبح مرة تانية على زميل عزيز محمد صباح الورد صباح الورد وحمد الله على السلام الله يسلمك ربنا خليك نروح لأول أخبار ممكن خبر كان مهم في موجز مع محمد هو وقت مع سيد رئيس عفتاح السيسي مبارح اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية والتناول عرض أوضاع ألاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعسرة بسبب الأضرار جسيمة اللي لحقت بيهم طبعا خلال الانفلات الأمنة في عام 2011 وما صاحبه طبعا من أعمال سرقة واعتدادت على المصانع وقف عجلة الإنتاج بصورة كاملة رئيس السيسي يوجه باتخاذ الإجراءات الفورية اللي ابتدعم تلك الكائنات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم طيب علشان نفهم ممكن نقدر ازاي نتغلب على ملف المصانع المغلقة بشكل جيد خلونا نستابل تصال تليفوني من الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد صباح الورد يا دكتور كريم صباح الخير يا فنم عليكم صباح الورد يا دكتور بداية نشايف قرارات سيد الرئيس مبارح إزاي ومرضودها الاقتصادي على إعادة فتح المصانع من جديد يعني طبعا لا يمكن إنكار على أن مطلب هام جدا يعني احنا كنا بنطالب به منذ سنوات يتركز في يعني إعادة تشغيل المصانع المغلقة نحن نتحدث تقريبا عن خمس سلاف ومثل مصنع نتيجة يعني المشاكل واللي حصلت أيام صورة خمسة وعشرين يناير فطبعا يعني عدد كبير من المصانع أغلقت أبوابها ووجهة مشاكل فده خلى الديون ترتفع عليها وبالتالي يعني كانت مبادرة قامت بيها الدولة المصرية إن هي يتم إسقاط فوائد على المصانع الصغيرة اللي أغلقت أبوابها وبالتالي ده طبعا بينعكس في النهاية على الاقتصاد المصري وبينعكس على الشباب اللي هم كانوا أصحاب تلك المشروعات سواء توفير فرص عمل أو زياد الدخل ليهم يمكن كانت مجهود كبير قامت بيه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة علشان يزودوا حجم قطاع الصناعة من الاقتصاد المصري يعني يمكن إحنا تقريبا حجم قطاع الصناعة من الاقتصاد المصري تقريبا 17% وفيه استراتيجية لدى وزارة التجارة والصناعة أنا هتزودوا لـ 21% خلال سنتين يعني لا يمكن إنكار على إن قطاع الصناعة هو ما يقدم أكبر كيمة مضافة أيضا يعني تأتي إطار الاهتمام بقطاع الصناعة أيضا كان فيه مبادرة هما جدا وهي مبادرة المئة مليار جنيه جنيه التي تم تقدمها لقطاع الصناعة بفايدة متنقص عشرة في المية وبالتالي طبعا كل هذه المبادرات من شأنها أن هي يعني تعمل عملية نوع من أنواع النشاط في الاقتصاد المصري وطبعا يعني كان سواء مئة مليار التي تم تقدمها لقطاع الصناعة وأيضا فيه خمسين مليار للقطاع العقاري وأيضا خمسين مليار أخرى كانت تم تقدمها لقطاع الصناعة يعني كل هذه طبعا مبادرات وإجراءات بتقوم بيها الدولة المصرية علشان تعملون عنواع تنشيط للاقتصاد المصري اجتماع الحكومة مبارح مع السيد الرئيس أعتقد الجهات المعنية كلها كانت موجودة يعني حاجة تذكر المبادرات المالية اللي لي علاقة بالبنك المركزي شايف ايه تاني من أدوار الحكومة ممكن تقوم بيه من إجراءات تساهل هل إجراءات قانونية إجراءات تشريعية تساهل فيه ترخيص لإعادة فتح المصانع ايه تاني ممكن يتم التسهيل الخمس سلاف ومتم مصنع طبعا يعني هنا احنا بنتحدث عن اهتمام يعني عن رأس الدولة يعني رئيس الجمهورية ذات نفسه اهتم بهذه النقطة لأن طبعا يعني كان فيه قبل كده منذ سنين عدة ده كان يعني احنا وكنا بنطالب وبنناشد المسؤولين بالاهتمام بهذه النقطة ولكن يبدو يعني يمكن كان تعامل بعض المسؤولين يمكن صغار الموظفين كانوا بيقفوا عائق قدام حل تلك المشاكل يبا هنا احنا شوفنا ان هو دم توجيه من رئيس الجمهورية يعني بشكل مباشر يعني دعا الاهتمام بهذه النقطة ايضا يعني هي طبعا منظومة مرتبطة ببعض يعني اعادة فتح وتشغيل المصانع المغلقة ايضا يأتي في اطار الاهتمام به قطاع المشروعات الصغيرة والمتنهية الصغر ايضا هذه نقطة ارتبط ايضا بتعميص التصنيع المحلي اللي هو يعني في النهاية بيدي الى اضافة اكبر قيمة مضافة ممكنة ايضا يعني احنا كنا طلبنا مرانا وتقرارا بالاهتمام او بعمل برنامج يعني ادعو الى ان هو يتم عمل برنامج لتنمية الصناعات المغزية صناعات المغزية انه انت كنت تعمل مصانع صغيرة تغزي صناعات اخرى كبيرة مثلا زي صناعات المغزية للسيارات او صناعات تكون يعني على هامش الصناعات الكبرى مثلا زي مصانع صغيرة أو مشاريع صغيرة تكون مرتبطة مثلا بالاستفادة من مثلا مخلفات مصانع السكر لإعادة تدويرها مثلا سواء تحولها للسماد أو تحولها لعلف حيواني أو مصانع صغيرة أو مشاريع صغيرة يوم بها الشباب لإعادة تدوير مثلا مخلفات مصانع كبرى زي مصانع الحديد أو مصانع الألمونيوم يعني كل هذه طبعا بتبقى مشاريع ومبادرات يعني الاهتمام بهذا النوع من هذه الإجراءات اللي بيتم اتخاذها بشكل مستمع كل شكر لدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد ملفه مهم جدا فتحة سيدة الرئيس يا محمد يعني أنه يهتم بـ 5000 ممتين مصنع كنا متوقفين عن العمل وزي ما طبعا دكتور كريم بيقول مدام يهتم سيدة الرئيس بالموضوع أعتقد كل الجهات الحكومية هتتحرك في هذا الموضوع هو الدنيا ماشي كده رئيس بيهتم فالناس كلها بتبدأ يعني سابق بخطوات هو كامل بيتكلم أنه نهارده بنتكلم في 17% حجم التصنيع عاوزين في خلال سنتين نوصل 24-25% تجاه جاد جدا طبعا أننا نخوض هذا الجمع بالإجراءات بقى كلها اللي ماشي فيها الدولة سواء بالمشروعات الصغيرة ومطنية الصغر مبادرات للمشروعات الصغيرة المتين مليار أيضا مبادرة البنك المركزي شباب تتحرك الصناعة ترجع تاني تعميق التصنيع في مصر أعتقد هو ده السياسة اللي جاي بإذن الله معناه ايف مصرتنا النهارده هنشوفه فقا النهارده عندنا ايف مصر ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تاني اشتركوا في القناة 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 نسبة الشفاء اشتركوا في القناة 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 موسيقى اشتركوا في القناة 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 الصعبة المتمثلة طعم في توصيف أبحاثهم ودرساتهم من أجل خدمة قضايا الأمة. خلونا نقول إن كتاب وشخصية مصر هو توصيف حقيقي للمصريين بكل تفاصيله ومحمد. كمان خلينا نقول إن جمال حندان ترك ما يقرب من 29 كتاب وتسعة وسبعين بحث ومقالة. علشان برضو نلقي لمحات سريعة على رحلة جمال حندان. خلونا نستقبل عبر الهاتف الأستاذ خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال. صباح الورد يا أستاذ خالد. صباح الخير عليكم. صباح الورد على السادة المشاهدين. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا رمحي. صباح الورد. أنا مش عارف أقول لكم إيه بمناسبة يعني جمال حندان. جمال حندان شخصية زي ما قال أحمد خاري إنها شخصية عظيمة عملت توليفة جديدة جدا لم تحدث والوحيد اللي استطاع أنه يعني يجعل من التضاريس الجامدة ويعني المناخ سطور وكلمات على صفحات الكتب وهذه الكتب ما زالت يعني موجودة بيننا حتى الآن وستظل موجودة فترات طويلة جدا يعني أبدعت في الوصف الله يا أستاذ خالد أنا أنا مش سامح أقول لحضرتك أبدعت في وصفك نعم أقول لحضرتك أبدعت في وصفك استخدام البغرافية والتاريخ مع البلاغ الكتابية ربنا يا خلي أستاذ خالد طويلة لم يلقى التكريم المناسب لي وده كان لغز يعني جمال حمدان في ألغاز كتير جدا في حياته لو يعني حبيت أقول لكم مثلا لغز الفتاة التي أحبها في لندن ولم يتزوجها لغز حياته وحيدا في شائته لغز وفاته هل مات منتحرا هل مات مقتولا أم مات يعني مخموقا جراء حريق لا جمال حمدان في ألغاز كتير جدا في حياته الألغاز دي موجودة في هلال جمال حمدان اللي معنا على الشاشة دورة يا أستاذ خالد نعم بقول لحضرتك هلال جمال حمدان موجود معنا على الشاشة الألغاز كتير حالك تكلمت عنها دي موجودة في الكتاب وليه اخترت العلوان دي بالتحديد أولا هلال جمال حمدان هي مجموعة المقالات التي كتبها جمال حمدان في مجلة الهلال ولم تنشر في أي مكان آخر هذه المقالات كانت حبر عقود جمعناها وحررناها وعايز أقول لحضرتك الكتاب في مقالة مثلا أول مقالة أنا في الكتاب نشرطها لي الدكتور كمان حمدان تتكلم على قضية قبرص قضية قبرص وتأثرها على القضية الفلسطينية يقرأها حضرتك وأي حد يقرأها وكأنه بيشخص الحالة الموجودة الآن والتأثم وإزاي تركيا عايزة تستأثر بقبرص وإزاي حل المشكلة القبرصية يساعد على حل المشكلة الفلسطينية أشياء كثيرة جدا جمال حمدان كان الوحيد الذي قال في البداية أنه اليهود الموجودين الآن في يعني كان عنده على أرض فلسطين ليسوا هم اليهود الموعودون بأرض فلسطين بل وأتى بالأجناس وأتى ب لا جمال حمدان عمل أبحاث وطوع أبحاث التاريخ والجغرافيا والجغرافيا السياسية إلى خدمة القضايا الوطنية وخدمة القضايا القومية نشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ خالد ناجح رئيس تحديد مجلة الهلال شرفتنا عبر الهاتف من القاهرة الواحد بيفرح لما بيكلم كتاب عندهم هذه المهوبة في الصيغة وزيما أنت قلت له محمد فعلا هو وصف وصف رائع لكتابات وتأثير أستاذ جمال حمدان على المجتمع نروح لخبر جدلي شوية جمال أين شمس أصدرت قرار بحظر المنقبات في عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعايدها إلغاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي أعتقد خبر كان محتاج طبعا رئيس جمال أين شمس يكون موجود معنا يشرح لنا أبعاد الخبر لأن فيها اتطافق مع القرار طبعا أو اتطافق مع القرار وفيها اختلف إن كان جمعة القاهرة بقرار من محكمة العليا الإدارية قالت أن لا ممنوع تدريس الملقبات وأنهم يكونوا موجودين في هيئة التدريس وبالفعل طبق حكم المحكمة في جمعة القاهرة هل ده على غرار جمعة القاهرة؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله لحكم بإذن الله هو كمان في تفاصيل القرار حذر الطبيبات وهيئة التمريض ومساعدين بالمستشفات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات اتبع لها التعامل مع المرضى وهن منتقبات وأنه كل من خالف الحظر الوارد يعرض نفسه للمسائلة القانونية وصفت وصفه برضو رائع النهاردة وهو إنه قرار جدلي أو طبعا طبعا يتفق البعض ويختلف البعض ويمكن طبعا رئيس جامعة عين شافس دكتور محمود قال إنه قرار شريح نفسه في أبعاده التلاتة زي ما محمد قالها مع حضرك وهنشوف تبعيات بقى القرار الفترة اللي جاي أخباره إيه عندنا فقرات كتير وفقرات مهمة في صباح الورد ما تروحوش بعيد وكملوها مع أحمد خير صباح الورد عليكم وفهمين صباح الفل هنروح لفاصل ونرجع نبدأ أول فقرة ورجعنا لحضراتكم مرة تانية هل يبدأ أول فقراتنا معنا النهاردة ويدايم جاي من بنحب في صباح الورد نلقى الضوء على المبدعين في كل المجالات معنا واحد من نورنا في السوديو واحد من أهم الصحفي في مصر وخاصة في مجال الحوارات الصحفية عمل حوارات مهمة جدا مع أشخاص غاية في الأهمية وفعلا كانت محط اهتمام الجميع بر مصر أجوه مصر بيقول في حواراته دايما كواليس الشخصيات الظهور أو الحديث الإعلام يمكن مكل فيه ولكن مهتم أكتر بالنحية الصحفية على سبيل المثال حواراته ومع دكتور مجد يعقوب جراح القلب العالمي طبعا ولعالم الأمريكي فانت سيرف واحد من أهم المحامين المشهورين في مصر طبعا أستاذ فريد ديب دكتور محمد غنيم مجموعة كبيرة جدا أبناء كثير من المشاهير للتعرف على كواليسهم معنا ومع حضراتكم الكاتب الصحفي الأستاذ طارق صلاح الكاتب الصحفي بالمصر اليوم صباح الورد على حضرتك صباح الورد على مشاهدين جميعا إن شاء الله بنعتبر حضرتك واحد من المبدعين في مجال الحوارات كاتب صحفي لك كثير من الإنجازات مختلفة كمان مع الضيوف بالإضافة إن هي تكون مع مشاهير مجالات مختلفة سواء في الطب أو في الأدب أو في الإنترنت والكمبيوتر زي سير بتروح للمنطقة دي ليه والله أنا يعني اشتغلت في جميع فروع الصحافة اشتغلت برلمان اشتغلت تحيات اشتغلت فن وفي الأخير لقيت نفسي الحوارات بقت تستهويني قوي وبقت بحبها وخصوصا لما بتعمل ردود أفعال ردود أفعال بتبقى عملالي متعة يعني ما تعمل عمل وربنا يكرمك ويبقى جيد والناس يتكلم عنه ويبقى فيه ردود أفعال فبيبقى فيه متعة داخلية موضوع ده كبر معي قوي وبتدي تقرأ فيه جامد لحد ما خلاص خدت قرار إن أنا هشتغل الحوارات طبعا أنا ممكن أشتغل أي حاجة خالص بس أساسا عندي الحوارات خاصة الحوارات يعني مهمة بس فيه نقطة مهمة قوي حوار فرع من فروق الصحافة الصعب قوي مش سهل طبعا صعب ليه الحوار الأول بتحدد مع المصدر لازم تقابله فيس توفيس ما يفعش تليفون بعد ما بتقابله أنت بتطر تفرغ الريكوردر بتاع حضرتك بياخد وقت الساعة بثلاث ساعات طبعا بمعنى أنا مساجل ساعتين لما فرغ هاخد فيها ست ساعات بعد كده عادت سياغة لكن المردود الأفعال وكلام الناس عنه ده بيخل بيخل واحد ينسى كل التعب والمجهود اللي حصل يعني طب خلينا أقول نحيك بتروح في حواراتك ليه كواليس أو أخبار أو أسرار ليه الشخصية خلينا نروح أنا بقى محاولاتك لكواليسك وأخبارك وإنت حيك بتحدد الشخصية يعني حيك بتكون مستهدف شخصية معينة أنا عايز أعمل حوار مع مثلا الجراح العالمي مكدي يعقوب بيكون حطوا ليه إيه الهدف من الحوار بتسعاله إزاي بتشتغل في ترتيبك للحوار إزاي أنا ببقى مقسم الحوارات اللي أعملها نوعين نوع على مدى بعيد بيبقى صاحب أو الشخصية نفسها مش متاحة لها في أي وقت فبقى مستهدفها ممكن تيجي بعد شهر بعد اثنين دكتور مكدي يعقوب أنا مستهدفهم من سنة ونص بقى لي 18 شهر مستهدف إن أنا مع حوار وخط أكتر معادي مش منه هو شخصيا من الناس كانت بترتبلي وما حصلش نصيب بس في دماغي يعني برات الله هعمل معها حوار فدي اسمها حوارات على مستوى المدى البعيد في حوارات على المدى القصير اللي هي الحدثية مثلا بيحصل حدث بصاحبه بطل سين من الناس فلازم يحصل معاه الحوار في فترة معينة فهما دون النوعين مدى بعيد ومدى قصير بشكل عام المدى بعيد بيختار شخصية اللي هي أثرت في الوطن وليها أعمال إيجابية تهم المصريين وغير مصريين مثل دكتور مجد يعقوب مثلا طب معايا هو الحوار بتاع دكتور مجد يعقوب على الهواء حيكو أنت داخل الحوار كنت مستهدف تاخد من دكتور مجد يعقوب وخاصة العنوان الحزن يكسر القلوب واضح أن فيه زاوية معينة في الحوار كنت حاجة شغالة عليه والله بأمانة دكتور مجد يعقوب كان نفسي أتكلم معه كتير جدا لأنه ده راجل موسوع علمية وراجل زو مكانة عالمية بالإضافة أنه هو راجل خلوق ومحبوب جدا فلما تقعد معايا تبقى عايز تتكلم في كل حاجة تتكلم في طيب وتتكلم في أخلاق وتتكلم في طواض وتتكلم في حياة خاصة بتاعته النقطة دي كانت في بالي الحياة الخاصة لقم واحد غير العلم العلم طبعا حاجة مهمة جدا بس لما تعرف حياة خاصة بتاعت المشهور تبرز بها القدوة والمسألة الأعلى بالنسبة للشباب والنسبة لكل الناس اللي بتطلع أنها تكون حاجة في المستقبل يعني فكاتل ناحية الشخصية بالنسبة لي رقم واحد بعد كده الناحية العلمية وما قدمه للعالم من الطب تكلمت عن ناحية الشخصية شوية بأمانة شديدة جدا هو زاهد في أن يتكلم عن نفسه خالص ما بيحبش تكلم عن نفسه أنت عارف كصحفين بنبقى شوية رخمين فكررت عليه السؤال فديحك وقال لي خلاص براحتك اللي انت عايزه وما امتنعش يعني ما رفضش أنه هي يجاوبني اتكلمنا في حياة الخاصة بتاعته في قادر معين بحسب يعني أنا برضو خدت بالي أني ما دايقوش واحترامت رغبته في حدد معين يعني بعد اتكلمت في المستقبل للطب وأحدث جراحات في القلب بأمانة يعني بعيدة عن الطب اكتشفت الراجل أنا كنت بحبه حب يزاد لي قوي لما عدت معاه اكتشفت أنه إنسان بسيط جدا الكاميرات والصحفين والألمين بيلهس وراءه وكل الناس بتجري وراءه هو مديهم ظهره وبيشتغل في حتة تاني خالص بمركز في القلوب إيه اللي خدتوا من الحوار ما كنتش تعرفه عن دكتور مجدي يعقوب أو كانت معلومة جديدة بالنسبة لك وخاصة نحن بنذاكر شخصية قوي وإحنا داخلين فحاجة ممكن تكون عندك معلومات كتير عنه بيتناقشوا فيها إيه المعلومة اللي خرجت بها سواء على المستوى الشخصي أو المستوى المهني ما كنتش تعرف والله أنا يعني كنت بذكر كواس أوي كنت تعرف عنه وحاجات كتير جدا لكن أنا اكتشفت في حاجة مهمة أوي إنه هو راجل بيحب شغله بشكل أي حد يرى ما يتخيلش الحب الراجل لشغله لذلك أنه بيشتغل كل يوم 14 ساعة يعني راجل في السنة ده طبعا والمجهود ده يشتغل كل يوم 14 ساعة والمكانة دي يعني ممكن يكون خلاص ممكن يريح بقفل شغل شوي أو عدد العمليات بضاف أنه مزبوط كلام حضرك صح بضاف أنه كمان تعبان صحيا عنده مشكلة في الغدروف وهو قال لي عليها بيشتغل 14 ساعة بيوقف كل يوم في العمليات 7 ساعات ما فيش شاب بيعملها يعني حضرك لو ركزت في شباب مش في مصر في أي مكان في العالم طبيب جبته وإنت بتشتغل كام كل يوم يقول لك بقفل عمليات مسلا ساعتين وكل يومين في الأسبوع أو تلت أيام في الأسبوع دي نقطة مهمة جدا نقطة تانية كمان إنه هو راجل بيحب الرياضاوي بكل يوم بينزل حمام السباح ساعتين الصبح حاجات شخصية زي حبه ما بيكلش كتير بيأكل مرة واحدة بس في اليوم النقطة المهمة تانية اللي عرفتها منه إنه قال لما عمل مركز أسوان في حد يقترح حاليا إنه هو يعمله قسم مجاني فقال لهم أنا بشتغل قسم اقتصادي سوري فقال لهم أنا بشتغل مجاني لو ضغطوا علي أنا هستقيل ومش أشتغل في المكان دي نقطة تبعي لك إيه هو إنسان طبعا طبعا اتكلمنا برضو عن أحدث جراحات القلب وقال إن الجينات هي مستابعة للجراحات القلب قال لي إنه هو بيعمل عمليات في أسوان ما بتعملش فيها ما كان في العالم لأطفال حديث الورادة خاص مصر وخاص أسوان تحديدا تحديدا بعمليات مميزة عن العالم كله والده لدرجة إنه خلى العالم بيبصر أسوان كمركز تدريبي قال لي إنه فيه أطباء عالميين ومراكز عالمية مستشفيات كبيرة في أوروبا وفي أسيا بيبعثوا أولادهم الأطباء يتمرنوا عندنا في مصر ده كان زمان على فكرة إحنا كنا المصريين كان لنا تاريخ قديم العالم كان بيجي يتمرن عندنا بعثات من كل دول العالم كل دول العالم من أوروبا تخيل دكتور مجد عقوب ببتدى يرجع داتا فدي حاجة عظيمة جدا طبعا وإن شاء الله في المركز الجديد هو بيبني مركز وحوار عظيم بس أنا عايزة لسه أكمل مع العلماء شوية أنا حاجة تخصصت شوية في العلماء وهروح للعالم الكبير طبعا أحمد زوير رحمة الله عليه عملت لقاء أعتقد أو حوار مع شخصكت مضبوط أنا بعمل سلسلة حوارات عن الحياة الخاصة للمبدعين والعبقرة فبجيب أولادهم أو النسلهم اللي عايش نسمي السلسلة دي اسمها رحيق العبقرة بكلم فيها عن الحياة الخاصة بتاعتهم زي وانا مع بعض في بداية الحلاء عشان تبقى دي نبراص للشباب يتعلموا ازاي العلماء دول وصلوا ازاي للمكانة دي وازاي نكحوا وازاي اكتهدوا فبكلم عن الحياة الخاصة بتاعتهم اللي ما يعرفهاش ناس كتير فمن دمنا للناس طبعا دكتور رحمة الزوير ما ينفعش يعني الراجل عالمي ومشهور وراجل واخد نوبل فمن طبيعين مقلة في عمل الحوارات كلمتها مرة واثنين وبعدين بعتايلها الشغل بتاعي ولما اطمنت وسألت فاخدت منها المعاد رحت قابلتها في اسكندرية مكيمة في اسكندرية ست مهزبة جدا محترمة قوي يعني بتحب اخوها بشكل رهيب جدا بشكل لا تتخيلوا واحنا عاديين باكت كذا مرة بص يعني هو من فترة طويلة متوفي بتكلمني عن الحياة الخاصة بتاعته برضو هو كان ايه اهم الكوليس اللي قلتها لك حلولنا قوي عليها او يعني مثلا قالتلي ان فعيد ميلادها اوه متعاود ينزل مخصوص من امريكا اوه يحتفل معها بعيد ميلادها في السنة من السنين ما قادرشي فما كلمهاش في تليفون فهي يعني كانت حزينة اوه الصبح لقيت في بوكي ورد جاي لها بوكي ورد كبير جدا ومعاها كادو بعتهولها اوه يعني كلمها في تليفون انا ما حبيتش اكلمك غيري بعد ما تشوف البوكي ورد والكادو لان انا ما قدرتش اجيلك فاعتبريني موجود معاك فده بيبعي لك اديهوة كان حنون طبعا اه وقسري وبيحب عيلته جدا محافظة على الاخوات ورغم بعض المسافات وانشغاله طبعا جدا جدا قبل وفاته بفترة قال لها انا يعني انا حس ان انا يعني قريب هتوفى واننزل مخصوص وراح بنا الابر بتاعه هي كانت مستغربة انه كان مريض وتعالجه صحي فبتقول لي هو كان يعني عنده الاحساس عالي جدا وكان ورايب من ربنا اوي فانه يعرف انه يعني انه حس انه هيموت قبلها بتلات شهور موضوع برضو كان غريب شوية طبعا كلمتني عن ازاي سافر هو امراته ما كانش معه فلوس خالص في بداية سافر في بداية رحلته في بداية رحلته في بداية رحلته امريكا قلت لي كان مسافر بفلوسه ليلة ما تكفوش اسبوع يعني واخد قرار انه هلازم يروح يشتغل مش هيهمه يجمع فلوس ازاي ولحد ما بقى احمد زويل الكبير هو لما كان رايح ما كانش احمد زويل يعني حكيت لك قصة النجاح وقصة الكفاح ووصول الى العالم الكبير احمد زويل هكمل مع العلماء وهكمل بس من ناحية الادب وروح اعتقد ابنة نجيب محفوظ صح اه مضبوط ده احوار برضو مهم جدا وليه زواية تانية بقى خالص السادة مكلسوم نجيب محفوظ برضو ستما يعني محترمة واستجابت انها تعمل حوار كلمتني عن والدها ويعني حتى قالتلي في العنوان انا حطيت عنوان ان والدها شعر بالظلم بعد ما اخد الجايزة لانه اتكلموا عنه كتير جدا ان هو كان راجل شوية اتكلم عن الجايزة وكان قريب من اللجنة وده مش حقيقي طبعا اللجنة لها اعتبرت تاني خالص طبعا ومعايير محددة بتنطبك على الموجود بالظبط وده مش واحد بس دي مجموعة من العلماء بس سور كلام دايق وكلام كان في الاعلام في الصحافة دي كانت نقطة مهمة جدا قالتلي قاعد فترة طويلة جدا حزين وما كانش حاسس بحلاوة المكسب لانه كان يتمنى انه هو كل ولاد بلده ما يقولوش عنه غير ان هو يستحق الجايزة دي نقطة فيه نقطة مهمة او يا لاتهالي قالتلي الجايزة اسمها بالتساوي بيننا وبين بعض هي كان لها شقيقتها توفت الله يرحمها ومامتها وولدها فأدخذ الجايزة المالية واسمها اربع اجزاء كل فرد اخذ جزء من الاربع يتصرف فيك برحته يعني فبرده كانت حركة يعني في منتهى اللطف من اعيد لك ايه تاني عن نجي محفوظ الاب قالت ان هو كان مخصص جزء كل يوم لولاده مستحيل حد يقتحمه تلفونات ما تبقاش فيه تلفونات ياخدهم وينزل بيهم مرتين في الاسبوع في اماكن معينة كان بيحب يروحوها كان بيحب يروح الحسين طبعا قالت لي كمان ان هو رواياته ما كتبهاش من المقاهي اللي كانت الناس بتكلم عنها لا رواياته كان بيكتبها من البيت بس هو كان بيحب ينزل يعني زي ما نقول كده يغير جوه في المقاهي لكن الناس كتيرا كانت فاكرة ان هو بينزل يكتب من المقاهي ده مش حقيق ده كان وقت الراحة بالنسبة لها واسترخاء بيحب قعدة الان نقطة تانية يعني اتكلمت عنها ومش عارف مدى رواياته صحتها قال لي في ناس كتيرا جدا حاولت تعمل اسماء عن طريق قربها من نجيب محفوظ وذكرت لي اسماء بس انا ما حابتش اكتب اسماء طبعا لان دي هي قالت لي ما كتبش اسماء فانا احترامت رغبتها وما رضيتش اكتب اسماء شخصيات مهمة جدا قالت لي خادوا شهرتهم من قربوهم من نجيب محفوظ وقيت لي على موضوع غريب برضو ان في حد من ضمن المقربين منه كان بياخد منه حاجات خاصة وهو ما كانش يعرف من بيت لما كان بيدخل بيت من بيته دي من شخصيات المعروف من شخصيات المعروف اه طيب خلينا نروح لعالم اخر واثهر كتير فينا وفجال كتير جدا دكتور طبعا مصطفى محمود عملت حوار اعتقد مع بنته أستاذ عمل بنته وعملت مع حوار في ما سمي بالصوماء بتاعته في المهدسين بجوار مسجد مصطفى محمود المسجد الكبير اللي هو يعني كان اسسه طبعا المسجد والمستشفى وكل ملحقات بالمسجد طبعا المنطقة كلها يعني هو راجل كان عظيم طبعا وكان عنده علم وفير لما دخلت الشقة بتاعته يعني منتهى البساطة الشقة بسيطة جدا وانا المتطناعات الخاصة بتاعته موجودة زي ما هي فتحت الدولاب بتاع الدكتور مصطفى محمود لقد فيه تقريبا بدلتين بس وثلاثة مصان فبقول لها باقي اللبس فينا اعتلاق ما عندوش لبس هو دي كانت لبسه بس كان زاهد جدا في الدنيا يعني ده دليل زهد الراجل في الدنيا لقيت عندها ميكروسكوب وعود طب هو كان بيعمل الحاجات دي قالت لي هو كان كل فروع العلم كان بيغوص فيها وكان لازم يبقى عارف عنها حاجات اكتشفت ان هو برضو حد كان طيب جدا الدادة اللي في البيت اللي هي موجودة كانت جابها من ايام حكيت لي ان هي كانت جاية تبحث عن شغل وهو كان عندو اصلا اصرته كانت بتخدمه فاشفق عليها وشغالها معاه وكملت معاه فاكتشفت برضو ان العلماء والناس العظيمة دي عندها جانب انساني رهيب جدا وتواضع واكتشفت ان كل واحد ما بيكبر في العلم وفي الثقافة تواضع وبيزيد وده طبيعي لانه العلم بيزود صخفة انسان وبيخليه متواضع عن ويتصور بعض العلم ممكن يروح بيك خارج حدود التفكير وهو ده يمكن عنوان حياة كجاهل الشيوخ وصل للحاد ايه الموضوع ده؟ اكيد انت رايح تسأل في النوطة دي طبعا النوطة دي مهمة جدا لانه كان اتكتب كلام كتير جدا عن دكتور مصطفى محمود انه وصل للحاد وخرج من الاديان بشكل عام هو طبعا رجل مسلم خرج ووصل لدرجة نوام ما بقاش اعترف ان فيه دين ولا فيه اله الكلام ده ارناو تكتب كتير طبعا فقول لها بقى ايه القصة دي فاهميني يعني ازاي انت بنت وانت اكتر واحدة عارفة الموضوع ده ازاي وصل للحاد ازاي الحاد ما بقاش معترف بان فيه اله او فيه دين قلت لي الموضوع كبراوي هو فعلا وصل لدرجة معينة بقى بيشك فيها في كل حاجة وده سببها اتعامله مع بعض المشايخ وهو صغير كان بيقولوله حاجات مناغضة لبعضيها وهو كراجل زكي وبيقرة كتير وهو صغير في سن من سن 12 لحد سن 25 سنة كان بيقرة كتير جدا وهو طول عمره بيقرة بس تخيل واحد في السن ده بيقرة لمشاهير وفلسفة فلاقي الكلام متناقض المشايخ بتوعه في البلد في القرية بتاعته بيقوله كلام وعكسه فده سبب له انه بدأت شكك في الكلام بدأت شكك دين نفسه وفي الكتابات وصل الشك ده وصل بيه لنهاية انه هو الى حد ما هي عقلي بنفس اللفظ وصل الى قرب الى حد ما قال حدش ده كلامها انا ببنوا لكلامها بالتحديد وبقى الانوان والقرآن هداني اه وبعد كده ابتدى يبحث هو صح ولا غلط الشك اللي وصله ده في محله ولا هو غلط فقالت لي برضو على كلامها سيدة امل انه هو خاد القرآن وابتدى بقى يبحث فيه ويتعمق في معنيه لحد ما وصل انه هو كان اخطأ والقرآن هو الوصله الى هداية واستقر على على ان النهاية ان في اسلام وفي ربنا وفي اديان وفي المسهية لقل المحلم الاسسية للدين الاسلامي نروح لشخصية اخرى بارزة كان لها جادل برضو ديني وسياسي طبعا القديم الكبير طيب حسين عملت مع حفيته واعتقد حواراتها مادام ساوسان اه كلمتها وهي بترفض الحوارات تماما يعني بس هي لما عرفت ان انا من المانيا يعني ايت لادة يعني لازم نعمل معاك لان انت بلدياتنا واستقبالت الحوار بلطف شديد يعني تريح تعرف منها ايه عن طواح سيد والله انا زيان بقولت حضرك انا بحب اعرف الحياة الخاصة بتاعت العظمات وكلمتها عن الحياة الخاصة بتاعته وعن علاقاته بأسرته وعن علاقاته بالسيد انا اكتشفت ان هو كان بيحب بلده وكان عنده شب قابلية بس قابلية ايجابية يعني بيحب اهل بلده قوي منتمي قوي الاهل بلده جدا وبنزورهم بشكل دوري كان بينزل اسبوع شهريا يومين كل شهر كان لازم خصصهم لأسرته في البلد دي نقطة من النقطة المهمة قوي اللي الناس بتلافهاش ارتباطها حسين ببسرته بأهله دي حاجة مهمة جدا وارتباط الناس بأهلها دي جيف في حد ذاتها حاجة مهمة قرفت منها كمان كان بيحب مرته قوي سوزانا وانه لما خده بيت في الهرم فهو كان عايز يعمل حاجة معين هو كان عايز يتعمل حاجة معين يختلفه فمنحبه لها فقال لها انا يعني ممكن اعيش في مكان انا مش حابب تعسيمه بس عشان خاطرك انا ومافئة انت موجودة معي اه واعملي في اللي انت عايزها اه فكمان كانت بتقراره دايما كتبه وهي اللي كانت بتساعده على الكتابات اكتشفت الست دي كانت عظيمة فعلا وراء كل رجل عظيم امرأة فعلا ده حيا وكان كفيف وشاف الدنيا كلها بعينين مراته هي بتقول لي كده طلعت ايجابيات الموجودة في الشخصية وتحديدا في الحياة الشخصية انا عايز اروح معاك بقى انا قاعد مكان حضرتك دلوقتي لا لازم يحصل لتشبع بقى انا عملت مع العوائل عالم الكبير مجد يعقوب وعملت مع محمد غنيم وعملت مع ابناء كل راحلين من العظماء حصل تشبع ولسه عندك شغف ان انا عايز لا في شغف الله وخصوصا انا في حوارات انا اعتز بها جدا يعني من ضمن حوارات اللي انا اتكلمت يعني فضل الله يعني عليك كبير اهو في موضوع الحوارات ده لا اخفى لك سرع ان اسرتي وخصوصا والديتي والدي الله يرحمه كان دايما يشجعني والدي الله يرحمك والديتي دايما بتشجعني في الحوارات هيا مقيمة في الصعيد دايما داعمة لي فلما بيحصل حوار وبتشجعني بحس ان انا قدامي كتير جدا في حوارات طبعا ما انسهاش في حوار مش عايز اذكر يعني لانه تقفل بس عايز اقول لك معلوم عنه اعملت حوار مع قيادة سلفية كبيرة جدا من كم سنة وقال لي بعد ما فعلت ريكوردر بندردش خلاص الحوار انتهى فبيقول لي فبيقول له اخبار راضية دي ايه قال له والله الراجل اللي خات حكم مظلوم هو ظابط شرطة بتقول لك تعالى مظلوم ازاي اعم قال لي مش هتنشره ولتقول له لا مش هنشره ودي انا يعني برضو رجعت فيها دي كواليز بقى او دي نعتبرها ايه مساق شرف المهنة انا يعني هقول لك وحضرك تحكم معايا بتقول له مظلوم ازاي قال لي لأ انت عندك دليل قال لي عندي دليل بتقول له ايه اهل الاتل اخذ دية وعلى ايدي دفعت دية من اهل الاتيل وتصلحه وتقريبا يعني قال لي ان ده قتل خطأ طيب الظابط اللي هو محكوم عليه بعشر سنين قال لي ده ربنا معاه تقول له ربنا معاه ازاي ليه ما روحت الشهدت عليه ليه ما روحت الشهدت وقلت الكلام ده قال لا مش هروح مش هدخل نفسي في مشاكل بعد ما رجعت وكتبت الحوار سمعت القصة دي فكنت ما بين خيارين كل خيار صعب تنشر الكلام اللي قاله طبعا وتبرأ شخص وتبرأ شخص بس في نفس الوقت انت برضو هتبقى خلفت الوعد بينك وبين الراجل ده وقال لما تنشرش الحقيقة والعدل وفي نفس الوقت دي برضو ضميلك هيتعبك فانا فضلت ان انشر وبعد كده هتحمل عقبات زعر الراجل طبعا لان ده في النهاية عادل اشارت الحوار وبعد كده كرم الله سبحانه وتعالى المحامي بتاع الزابط استعان بالحوار وخد براءة وانا سعيد جدا انه الزاب خد براءة بسبب حوار انا عملته الحمد لله رب العمين طب ما ده متنشر ما تقول ليه الاسم بقى لا يعني اصول الاضيات قفلت وبعدين راجل زعلان جدا وبعات لي رسالة وقال لي الموضوع ده قفله ما تفتحوش تاني بس هو موجود على النت والناس كلها ممكن تشوفوا يعني قيادة سلفية كبيرة جدا رقم واحد في السلفين في مصر رقم واحد في السلفين في مصر الفريل الارد ابحث بسرعة عشان هنحط بقى الاسم احنا مع الحوار أستاذ طارق صلاح مستمتع بالحوار معاك مش عايزة الفاكرة تخبر بالأزب الوقت انتهى ولكن في حوارات بيننا كتير ان شاء الله عند جحاتك في مجال الحوارات الصحفية دايما كل شمع لحاك ونورت فواح الوال ربنا خليك شهادة نعتز بيها لسا مكمالين مع حضراتكم بقى فاكرةنا فابكوا معا ورجعنا لحضراتكم مرة تانية والنهار ده بقى اليوم الاخير لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة الواحد وخمسين حبينا يكون معنا يضيف كاتب شاب متميز قدر خلال السنوات اللي فاتت انه يكون ليه اسم عند القراء كتابه رواياته دايما بيبحثوا عنه في المعرض بيناقش او بيخاطب فئة عمرية لها جميلة كبيرة جدا من نورة في السوديو السيد أحمد عزة الكاتب والروائي صباح الورد عليك يا محمد صباح الورد عليك يا سيد أحمد وعلى كل المشاهدين ربنا يخليك أحمد نورة اليوم الاخير لمعرض قائلة دولة الكتاب شفت المعرض في دورة الواحد وخمسين ازاي الحياة المعرض السنوات تحت رعاية الدكتورة إناس عبدالدايم ورئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي متميز ومتنوع وكمان مكانه خلاه قبلة حيوية لكل كمان الوطن العربي كله يعني النهاردة حجم الإقبال كان رهيب كمان أنا كنت شايف أنه فيه انتقاء للكتب على عكس السنين السابقة بقى فيه وعي أكثر بقى فيه ثقافة دلوقتي عند القارئ بدأ ينتقي الأشياء اللي فعلا هتفيده اللي فيها الدسم الفني والأدبي واللي بتدور على قيمة واللي بتبحث عن الوجدان زي ما بنقول والحاجات اللي أنا دايما بحب أسميها اللي بتتكتب من طرف اللسان أصبح ما بقاش لها مكان شفت أن العمل ده هو القارئ نفسه يعني ما تفرطش على أي حد عدم النشرة وعدم الوجود ولكن القارئ هو اللي بدأ يفلتر زي ما بيقوله عايز إيه من شكل اللي بيقرأه سواء في الأدب أو في الرواية أو في الشعر أو في أي مكان المجالات الحقيقة أنه القارئ هو جزء من مجتمع كامل ما نقدرش ننكر برضو دور وزارة الثقافة في التوعية اللي بدأت تعملها الندوات واللقاءات والمبدعين كمان اللي بدأوا يظهروا على الساحة وأن هما دلوقت النهاردة احنا عملنا متحف نجيب محفوظ أنا شايف أن ده حاجة ودورة الأديب الكبير عمنا خيري شلب النهاردة في معرض الكتاب ده وبالمناسبة هو يعني ليه فضل عليك كبير الله يرحمه هو أول من اكتشفني يعني في الكتابة لا بدأ يكون في القارئ بدأ يعرف أنه الفن ده هيندسر وأنه بدأ يدرك أنه في خطر على أسرته وعلى بيته وعلى نفسه من الأشياء دي أنها زي ما احنا شايفين في السنين وما اندسرش يا أحمد خلينا نتكلم معاك بقى بصراحة الكراءة عمتا أو مجال الكتب والأدب رواية ما اندسرتش مع الأجيال الجديدة من الشاب هي لا يمكن أنها تندسر أكثر لا يمكن أنها تندسر يعني أنا كنت في الملتقى الدولي للرواية بدعم الدكتورة إيناس عبدالدايم شهر أربعة اللي فات وكان فيه كتير بقى من كتاب على مستوى العالم كمان والوطن العربي عشان كده بقول وزارة الثقافة لها دول كبير جدا وكان ليه كلمة في الرواية التفاعلية يعني النهاردة العالم بقى منفتح على نوع جديد من الرواية تسمعها الرواية التفاعلية أنه القارئ بيكون جزء من روايتك يعني بتشاركه الأحداث ولا وأنا قلت أنه ممكن الكاتب لأنها حصلت معاه يقع في ورطها عميقة جدا أنه يتورط مع شخصيات الرواية ويندمج يعني ما يكونش هو الكاتب ياخد من الكاتب آه لا طبعا ياخد من الكاتب والكاتب يتورط مع نهايات الناس وبدأ يطرح العالم أصبح يطور في الرواية يعني دايما زي ما بقول انتقد حارة نجيب محفوظ لكن لا تنتقد أبدا قيمة نجيب محفوظ صحيح القيمة اللي بقدمها على لسان الأشخاص والأبطال والحاجات دي فلازم نفرق ما بين التطور كل شيء لازم بيكون فيه تجديد مع تطورات العصر بما يتطور من كلامك يا أحمد شايف فيه موهبة الكتابة وشايف فيه موهبة الشعر هو ده اللي تشاهده وستاذ خيار الشالة بفيك يعني انتقوله هو اللي حطني في المجال ده وخاصة انتو في مجال الصيدالة يعني طبيعي دلوقتي أشوفك في الصيدالية الليك علاقة بالأدوية والكامي إيه اللي وداك النقلة دي شافك إيه هو أنا دايما بحب أوصف نفسي إن أنا روائي قبل ما أكون صيدالي يعني متخرج بقالي أربع سنين أهو ما اشتغلتش حمد الله في صيداليات لأن شافني ده بيخليك روحك تتآكل لا اشتغلت في صناعة الدواء نفسها تتعامل مع تركيبات أو تديها إمبوت تطلع لك أو تبوت فما فيش إجهد كتير كنت تحب الكيميا شاكلك يا منظمية يعني اه اه فضل حميد فعمنا خيري شلبي أول ما رسلته رسلته في مجلة الشعر سنة 2007 اه والحقيقة تنبأ بأول رواية أول قصة كتبتها كتبت سبع أيام في الجنة شبه الفيلم المكتوب بس نقشت فيها شوية أفكار كده والروح فأسنى عليها وعم خيري شلبي في الكلمة صعب شوية اه طبعا عدت رسله أكتر من مرة وتشهد على كده زوجته العزيزة ماما لوزا والستوزة فوزية السنهوري الصديقة العزيزة لحد دلوقتي فعم خيري شلبي خلاني أدرك فعلا لأن أنا كنت بحبه من زمان يعني أول ما قريت لعم خيري شلبي قريت له الدساس لقيتها في المكتب عندي فاتهوزت بحكايات القرية والحكايات المهمشين يعني عم خيري شلبي عم خيري شلبي عم دو فاتهوزت بحكايات خلتها في أن أكتبها ولا أقولها كشعر ولا إيه تعالتنا كشعر برضو قوي جدا أوه يعني أنا أخدت طبعا مهرجان الثقافة والشعر الإماراتي في الشعر لكن أنا أصلا رواي ليه روايتين ومجموعة قصصية وديوان شعري وعمل مترجم اسمه زي سيكريتوف أدم عن دار إيكو البريطاني سيمفونية روح إيه ده شعر سيمفونية روح دي رواية أخدت جايزة الشارقة الثقافية من كانت بالتنسيق مع الإمارات ومع طبعا كانت بتنسقها وزارة الشباب والرياضة وقال عنها كده سعيد سالم سعيد سالم أخد جايزة دولة تقديرية وسام العلوم والفنون من الراجل الأولى أن دي أعظم رواية في المسابقة وفضل البرومو دا يتزع شهر أنا كنت فاكر وأنا أطالع أن أنا هتقطع لأنه كان رجل ما بيجميلش أبدا لكن الرواية أرهقتني يعني سيمفونية روح فعلا أرهقتني لأن بطلها بطلها يهودي مصري فبدأت أفاهم الناس وعندما ينتقل قلب بقى إلى قلب آخر بدأت في رحلة والرواية دي كان لها نعكاس علي وتطور زي ما بقول لها حديثك على الرواية التفاعلية يمكن أخدت من عام خيري شلبي طريقة الكتابة وهذه الوقاية السحرية لكن أنا طورت الوقاية السحرية بما يخدم الواقع يعني القرية خلاص أبدع فيها خيري شلبي الحارة امتهت لكن في قيمة أخرى النهاردة نحن في زمن الروح نحن نبحث عن الروح يعني الروح دي بتطلع يا أحمد منك في كتابة أكتر ولا في شعر يعني الشعر ليه طاقة لوحده أصلا أنت بتكلم بالطاقة دي دلوقتي وأنا عادي أستغل اللي بتكلم بالطاقة دي إنه ناس ما حاجة شعر طيب ممكن هو الدوان اسمه القائد الأعلى للحب يعني قل لي أي حاجة أنا كاتب فيه حاجات كتير اللي إمتى تختاره ممكن نقوله القائد الأعلى للحب بأنه هو العنوان نعديش مشكلة هو متنوع وفي كل اتجاه فبقول فيه وعدت اليوم مشتاقا إلى نفسي إلى معنى حبي الأزلي أنا طفل عنيد سلطتي قلبي لا أقبل التفريط في حقي بأن لا يأكل حلوتي غيري وأن لا يعرف أحد مهما كان طعمها السحري في فمي فإني مثل الطفل في حبي أصطفي قطعة من حلوتي أشكلها أزينها كي ترقد مثل الروح مثل الدم في القلب أنا الذي علم الصحرة فنون السحر بالحلوة أنا الذي اتهموه يا حلوتي بقلب مفاهيم الحب في الدولة وكله من تحت رأسك أنت حين غرقت في روحك اعتبروني للحب القائد الأعلى هو أنت القائد الأعلى شكلك حبيب فعلا يا أبو حميد لا لك في قصة حب والقائد الأعلى هو لازم في قصة حب فعلا لشان تكتب في الرومانسية أو تكلم في الحب لازم أحسه ولا دي موهبة كتابة أو موهبة سياغة المعاني اللي جواك في شهر هو القائد الأعلى الحب لا تقدرش تقول أنها رومانسية هي تعبير عن الحالة الوجدانية والحنين اللي موجود عندك عن الكيان والكائن اللي موجود وبالمناسبة في المجموعة القصصية برضو اللي موجودة في المعرض المقطوع الأخيرة في قصة عشان برضو ما يكونش الدسم الفني على المشاهد كبير قوي عملت قصة لايت في النص اسمها رحلة البحث عن البودو بودو يعني هيندهش القارئ النهاردة أنت قصد الاندهش؟ قصد الاندهش صح جده؟ لكن زي برضو ما بتسمعوا البعض الحاجات اللي هم عايزينكوا تندهشوا فيها اللي ممكن ما بكونش بتقدم قيمة ولكن أنا قلت لك عنوان هتندهش منه لكن في قيمة تتساءل ما هو البودو بودو هو كل النهاردة ما عندناش تعريف للروح يعني النهاردة مين فينا ما بيخرجش من بيته تأثير الأشياء وانعكاس الروح على مدية الأشياء مين النهاردة مرتبط بحاجة لبسها في ايده علاقته بالفنجان بتاعه بالأشياء اللي في البيت الإحساس ده مالوش توصيف مالوش تعريف لحد دلوقتي سميه كما تشاء أنا قلت بقى ان هو ده البودو بودو روحك الكيان والكائن الصراعي اللي موجود ده انت ما تقدرش حالة الانبساط الحاجات البسيطة اللي ممكن تكون بتعملها بتميزك وانت بتحب القهوة مثلا الصبح واحد غيرك بيحب حاجة تانية حالة الانبساط اللي موجودة لما بتسمع صوت حد هو مين فينا ما كانش بيكلم حد وقاله ده أنا نفسي أبعث لك ريحة الريحة اللي أنا شاممها دلوقتي أو أن أنا أرسم صوتك يعني ده أنا حتى استخدمته في الرواية المصطلحات اللي ممكن تكون فلسفية لكنها مش فلسفية لأن أنا في النهاية بحسها دي حياتية دي مش فلسفية دي حياتية أنا وأنت بحسها الحالة دي كلها أنا قلت تعالى نسميها حاجة فلتكن هي مثلا البودو بودو لكن هي رمزية رمزية أنا قصد أنك تندهش منها لكن بقدم لك في القصة طبعا لازم تكون مسلية برضو ومشوقة طبعا أنت بتستخدم الأسلوب السهل البسيط تجيب به مؤخرا وتحديدا في فئة عمرية محتاجها أنت تكون معك صحيح كده مؤخرا يعني أنا في الأول بدأت أعمال فيها ده سنفني وباللغة العربية الفصحة بدأت شوية الحواري يبقى بالعامية إلى حد ما وأغلب العامية عندنا فصحة وليس اللغة بس يا أحمد والله أنا حاسف كلامك كمان في الأسلوب في طريق الطرح نفسه أنا عايز أجيب كل قراءة أو عايز زود نسبة قراءة تانية طبعا في المقطوع الأخيرة عايزين نسمع مينة حاجة نسمع إيه تختار لنا إيه ودي طبعا الموجودة في معرض الكتاب المقطوع الأخيرة هي مجموعة قصصية دم ايه قصص يعني فممكن لو أنت نسمع إيه طيب في مرسامي اللي هي إيه أعتقدنا عندك برضو أيوة بس دفت فزيرت شعرية اسمها في مرسامي ضيق ممكن لا مش في مرسامي في حاجات كتير فيه رح يقلقاه طبعا إيه سمعنا إيه اختار إنت على زود يعني ممكن نقول اللي أنت عايزه اللي أنت عايزه أنا أتذلك الاختيار ممكن نقول بما أنا بنتكلم على القيمة نقول رح يقلقاه تمام بقول فيها أنا لا أكتب الأشعار بل الأشعار تقتلني بل الكلمات تذبحني سأبحث في عيون الناس عن مأوى وعن مرفأ علني أجد من تداويني فرائحة القهوة أترجة تكتاح كياني في كل مكان أبحث عنها في كل زمان رائحة القهوة تقتلني من غير يداكي كل صباح أشمم فيها رائحة الموت فرد إلي بعض ثماري ثمرة روح قد تشبعك وثمرة روحي قد تشبعك وتنير حياتك قبل حياتي ولكي أربك كل حساباتك أنا ما قلت السابق كله إلا لأنك فيك مذاقي ممكن برضو نقول تأطوئة صغيرة من حاجة بقى تانية آه طبعا يحكى بأن الليل في ليل نام وتكلم ناس أن الليل كثيرا ما يشتاق وإله في قلب العشاق وتكلم صوفي أن الليل أحب القمر فسكبت رياق النور بين الأعماق فجأة طلق وميض من طفل نائم وجدوا في عينيه الليلة وقد نام فلقد رسم الطفل عيون القمر ونام فحن إليه الليل وتاق ده عن الحلم بتاع الأطفال اللي بيكونوا موجودين فالنهاردة زي ما حادثتك بتقول يا سيد أحمد إن أنا عايز أخذ الشباب اللي تحت اللي ممكن زوء الفني يبدأ طبعا لأن أنا دايما وصلا فيه مؤسرات وغذو ثقافي اللي مجموعة من الأعمال موجودة دلوقتي فأنت عايز تفلتر ده وعايز تسحابه بطريقة بالراحة كده أيوة السيد الرئيسي تكلم السيد الرئيسي بفتاح السيسي تكلم كتير عن إن إحنا عندنا حرب الجيل الرابع طبع وحروب الجيل الخامس يعني النهاردة ما يهزم الإرهاب هو قطع عن الفن لأنه الفن بيخترق أي شيء قوة لا يستهان بها أبدا ومصر طول عمرها يعني في المجال ده غازت مش هقول كده لا غازت العالم نجيب محفوظ أخا زنوب طبعا 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 عايز أقول أنت ممكن تستخدم كمان وسائل تكنولوجيا الحديثة اللي بيستخدمها الشباب السوشال ميديا اللي كان يكون في طرح أعمالك بتجيلهم من البوابة بتاعتهم أه ده الرواية التفاعلية لكن لازم طبعا يعني يبقى فيه النهاردة فيه مجتمع أنا ما كنتش بحتك به هو مجتمع المهمشين المهمشين دول مش بمعنى أنه هو مش لا المهمش هو اللي ماشي مبسوط بحاله وبانبساطه ومقفول على نفسه في القهوة هنا 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 منغلق بقى مش هسميه مهمش منغلق على نفسه يعني لأنه هو قراره هو قراره ولكن ده جواة روح جميلة وبسيطة وعيش الحياة بشكل يعني بسيط بيدي الحاجات قيمة وما بيعدهاش وبتكون بسيطة ده لازم نكتب عنه طبعا لأنه هو يعني موجود عندنا في حياتنا أنت اللي هتنوار بكلنا ننوار وأنت نوارتك ربنا خليك أنا بسعيد بكتاباتك وبشعرك وبنجاحك ربنا وفقك نموذك لشاب بجد شاب مصري محترم نفتخر بيه كلنا عشان كده كنتم موجود معنا في صباح الوارد كل التوفيق ليك الفترة اللي جاي بإذن الله أنا سعيد جدا أنا سيد أحمد ودي من أسعد اللقاءات الحقيقة اللي أنا عملتها لمداري السنوات اللي يشرفني يشرفني بحميد كل شكر ليك وخلصنا على فقرتنا بس عندنا فقرة مهمة جدا فابكوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شفتوا الأمر ده شفتوا تيوانا كان ممكن تكون زي غيرها من أصحاب الهمم أو زوي العاقة أو زي ما بحب ساميه من زوي الإمكانات الخاصة تحدد كل الظروف وصممت تبقى وسط الأبطال تيوانا رغم صغر سنها عند عشر سنين لكنها أصبحت بطلة في السباحة وحصلت على المركز الأول في بطولة كأس مصر للسباحة المكفوفين وكانت واحدة واخدت بطولات كمان كتير قبل كده أعتقد وراء كل ده أكيد فيه أم نجحة أو فيه أم فهمة أو فيه أم ما همهاش كل الظروف اللي احتكب بده وهي اللي منورنا في الاستوديو أستاذة مي إبراهيم سواح الوردة عليك سواح النور أهلم بك وأنا بتفرج على تيوانا فرحم بيك قبل بفرح بتيوانا خلينا أتكلم عليك الأول لأن أنت كنت ممكن تبقى زي أم عندها حالة من اليأس تهتم بس بأنها تخلي بنتها كويسة بتاكل كويسة بتشرب كويس وخلص الموضوع كده إلي وداكي للمنطقة دي للأم قلبي إنما فيش حياس ما مستحيل ما فيش حد ربنا خلقه ما بيقدرش أيا كان إمكانياته هي إيه هي نظراتها دي عيونها إمكانياتها حبها للحياة إمتلاقها كل ده أكبرني إن أنا ما سمعش لأي حاجة ممكن تقدر تحبتني قبل خليني أقول لك أنا عايز أرجع لأنتي قلت علي غارسة الأم لأنها واضحة أنني بدأت معها من بدر قوي قبل ما تبقى فيه نظاراتها وقبل ما تبقى فيه التعاملها معاكي يعني أنا وانا بقرة كده عنتي وانا من سبعة شهور وثمان شهور انت بقيت تلاحظي ان عندها مواهب وانا عندها حاجات لا ده فيه تركيز ام قوي مع بنتها من اول يوم من اول يوم حتى انا وصل المرحلة ان انا مركزة قوي في الاعاقة اللي عندتي وانا الاعاقة البصرية بركز في حاجات صغطنانة قوي دكاترة بس اللي قدروا يقولوها مش انا يعني لما جيت كشفت في اماكن كبيرة في القاهرة التفاصيل الصغيرة اللي انا بقولها عن توتا اللي هو انت ازاي اخدت بالك ان ده بيحصل او فانا قاعدة مركزة لكل دقيقة من عمري من 23 سنة لحد النهاردة في عين تيوانا في امكانيات تيوانا في حياة تيوانا فقط لغير واختها من بعدها طبعا نفس الاهتمام هما الاثنين حاجة واحدة 23 سنة ايه ده عمر حضرتك مش عمر تيوانا اعتقد عشر سنين تيوانا عشر سنين قصدي عمري انا من كان عندي 23 سنة لحد النهاردة ده بتاع توتا مش بتاعي وعندها اخت اصغر او ما عندهاش اي عاطف لا الحمد لله هي عندها حاجة بس بصرية بسيطة بس مش زي توتا اوي خلينا خش معك في البيت معلش شوية التعامل بينهم ازاي بتعاملهم ازاي يعني صعب عليك اوي تيوانا كان من قبل ما انا اكرر الفرق بينهم 8 سنين فكرة ان انا يكون في قلبي حد تاني غير توتا كان صعب فكرة ان انا خايف حد ياخد مني اهتمام غير توتا كل ده كنت بفكر فيه بس بعد كده شفت امثالة كتير لامهات من اصحاب الهمم عندها بدل طفل اتنين وممكن شديد اعاقة اكتر حد منفتح للحياة ومبتسم للحياة هي الامهات دي فانا قلت مهما اعمل مهما افكر في اي حاجة هو ربنا زي ما هو شايف ما هي حتقدر على ايه هو حيديني طيب دراسك اعتقد في علم النفس هل شايف ان ده ساعدك شوية في تربية تيوانا او في كيفية التعامل معاها او بتخليها بطلة؟ ساعدني فان انا اخد قرارات من الاخصاء الشاطر من اللي مش اخصاء الشاطر مش بمشي قوي على كلام حاجة انا ما بقتنعش بيها لو حاجة انا شايفة ان هي حتقز تيوانا ولو واحد في المية وشايفة مثلا ان انا حاجة عليها في حاجات ما اقدرش اعملها ابدا لازم رحيتها النفسية اولا تاني حاجة ان انا فدني في المراحل الاولية بتاع تيوانا ان هو من سن البيبي لحد مثلا سبع ثمان سنين ان انا كنت بعلم كنت باعتمد ان توت اتعلم لوحدها من غير ما انا او لها عملي لان توتا فيه نسبة تأخر ذهني فما كانش ينفع لها عملي فتفهمني على طول وان ساعت او انا ما كنتش اقدر احكم ان تفهمني او لا اعتمدت على ان هي تتعلم عن طريق المحاولة والخطأ دي برضو نظرية موجودة في علم النفس ان الخطأ يعلم اكتر يعلم ويبقى محفور جواك في ان انت ما تنساش الحاجة اللي تعلمتها فداف ادني حبيت في الأول مع حضراتكم أوريكوا أم عظيمة يعني تبقى نموذج لكل الأمهات اللي ممكن يكون عندهم من زول الهمة وزول الإمكانات الخاصة زي ما بحب أقول دايما إزاي تبقى أم عظيمة إزاي ما تيأسيش إزاي تدارك تحولي خلنا نروح للبطلة بقى والنجاحات اللي أنا شايفها قدامي دي ما شاء الله مدليات كتير أنا بقرر عارفك بس شوات قر صحي كده يعني مش مش مدرين يعني وصلت لدلت زي مع تيوانا يعني بدأت إزاي رحلة السباح مش معنى السباح تيوانا منوها بيبي بتنزل مية إحنا عشان سكندرية فالبحر ده صيف شتا ده بالنسبالي أنا الأوفر يعني ده أنا بنزل في الشتا بننزل منوها تسعة شهور تقريبا أو قبل تيوانا كان فيها مثلا إن البيبي ممكن يخاف من الرملة يخاف من الموج لا تيوانا كانت بتعيش في المية تيوانا كانت حبت جدا المية كانت بتأكتر حاجة لحظتها إن هي نفسها طويل جدا ما شاء الله فكانت دي من الحاجات اللي بتميز أي سباح إنه هو يبقى إنه أنت عندك موهبة طبعا فنفسها كان طويل برضو الفلوتنج بتاع جسمها كبيبي كنت بسيبها فنيمها وأسيبها لوحدها آه كنت بشألتها في المية نفسها فكانت لأ أنت حب المية فمن سنة شهور لأربع سنين كنت أنا بمرن اللي هو عادي في الفان من بعد أربعة لحد سبعة ابتدينا ناخد برايفت ما كنتش فاهمة إن فيه فرق بين سبيشال نيد ونورمال في السباحة فاتجهت للفريق عندي في نادي سموحة إنه إحنا ندخل كنورمال بس بعد كده لأ فيه فروق بين نورمال وبين سبيشال نيد جوه المية فأخدت برايفت برضو ما كانش برضو طموحي قوي لإن أنا كنت الفترة دي بأهل توتا سولوكان واجتماعيا عشان نعرف ندخل مدرسة ما كانش اهتمام إن احنا ندخل مدرسة وبس فمن بعد 7 إلى 11 سنين ابتديت أدخل بقى في فريق أبطال بلا حدود في النادي خلاص بقى شفت أبطال فعلا منزول همم أبطال ماينفعش إن احنا مثلا نشوفهم نقل بيهم أبدا طبعا فشجعوني أكتر الفريق عندي آمن بتوتا أول ما يعني المدير الفني عندي كابتر محمد صار أول ما شافها قال لي دي بطر من أول لحظة شافها قال لي بس محتاجة 1-2-3 هنشتغل على 1-2-3 بس ما تستنيش إمتى حيزهر وأنا عشان واسقة فيهم أمنت خلاص إن أنا أنا مع حد محل ثقة سلمت توتا ليهم وفعلا من وقته صغير بقيت أشوف توتا بقى خلاص أنت كيان سباح هنبتدي بقى نبص على تغزية هنبص على تأهيل نفسي هنستشير كله بقى كله يبقى سيركل واحدة إخصائيين مدرسة شادو كله سيركل واحدة في خدمة إن إحنا نبني بطل الشادو في المدرسة وفي التعليم ولا الشادو كمان في النالي أعتقد أنت اللي عملت دور ده في النالي لا الشادو جوه المدرسة بس الشادو بتبقى متوفرة جوه المدرسة شخص الملاصق طبعا أو المرافق دايما لشخصيات زوال همم بالضبط اللي بيساعد في توصيل المعلومة في إنه هو يحافظ عليه وبتختلف مهمة الشادو من طفل الأخر على حسب صعوباتها وسهولاتها وبالضبط بس فهو كان كله سيركل واحدة وأنا بقتنع دايما إن عشان يطلع بطل عموما لازم يكون كله متعاون على هدف واحد كله يخدم كله لو أخصائي يخدم من ناحية السلوكية لو كابتن يخدم من ناحية العضلية لو كابتن فتنس يخدم التمرينة بتاعت الفتنس بتاعته للتمرينة اللي جوه الميا دور الأم مهم جدا في إن هي تسمع للكابتن والكابتن يسمع منها والعكس صحيح لازم الأم تكون مسقفة تعرف قدرات ابنها إيه هل هو فعلا مؤهل إن هو يبقى سباح ولا هل أنت بتضغطي عليه في حتة مش بتاعته إيه نقصه إيه مفروض أنت تعمليه وتشوفيه مفروض تشجعي إمتى مفروض ما تشجعيش إمتى مفروض إمتى تنسحبي إمتى تفضلي موجودة مع الكابتن في رأيك لازم يكون في ثقة متبادلة بين الكابتن وبين الأم طبعا حاجات كتير بتبني سباح هل المديليات والنجاحات اللي قدامي دي هي اللي بنت الثقة دي ناحية المدرد بتاعها أو هي اللي خليتك تكملي في مشوار السباحة اللي هي تيوانا يعشاب مديليات ما شاء الله كتير كلمين عليها دي مثلا مديليات إيه يعني تيوانا عشان هي إعاقتين في مصر لسه مش محددين قوي الهدف من إعاقتين أو لسه مش باينة قوي لسه بيعترفوا إن في حد بيبقى عنده إعاقتين فهو يقدر يعمل حاجة فأنا بالنسبة لي ده تحدي إن تكون تيوانا صورة لأصحاب الهمم زور إعاقتين حتى لو بسيطة إن أنا هم أنا أقدر أعمل أنا أقدر فهي اللي هتحفر مكان فتوتا بتتنيز ما أقول دي ما حفرتش لسه أقوليه إن الحفر بالنسبة لي لسه لأن تيوانا بتحفر في الحتة اللي مش بتاعتها لسه يعني تيوانا بتنزل في التوحد والتوحد يعتبر لاعب مبصر تماما فتنزل معاهم تحت 16 سنة وتيوانا مفوض تنزل تحت 12 دي أخذنا فيها رابع شرفي مثلا في 2018 2019 نزلت مع تحت 16 سنة وتحت 20 سنة أخذنا برضو اتنين برونز وأخذنا في المكفوفين برضو نورمل يعتبر ومش إعاقت شخص كفيف مش معاقي يعني زهنيا فأنت بتتعامل برضو مع شخص نورمل فكرة أن تيوانا برضو تسابق مع نياس نورمل ذهنيا فأنت برضو مش دي حتتك طبعا بس أنا اللي خليني أتشجع مع تيوانا أن هي أثبتت وجودها في الأعلى منها بكتير إن كان ذهنيا أو بصريا أنت وصلتها لأنه تحدي صح؟ أعتقد أن أنت عمدت تيوانا لقيتها فهم الوحدها أن أنا بطلة تيوانا مع التشجيع ومع برافو يا توتا أنت حققتي حتى وقفتها في الصور دلوقتي مختلفة عن زمان يعني الأول دلوقتي لما تيجي تتصور عشان على هارفة أن هي باطلة بالضبط تحط رجل على رجل في الصورة ده خليني أخد بقلها أن فعلا المسجي واسك لأن تيوانا غير متكلمة متقدرش تقول لك أن أنا مبسوطة أن أنا بطلة هي سؤال وكلمة على طول فبتبين لي أكتر بإموشنز بتبين لي برد فاعل بتبين لي بابتسامة وأنت كأم حساها بالضبط والقريب مني جدا ومنها بيفهم إمتى طوتها مبسوطة فعلا هي حاسة أن هي بطلة ولا لأ فطبعا أن هي تفهم أن في مدليات لما بنتصور هي عارفة أن أنا بطلة تيوانا ميزيتها برضو أن الحاجة اللي بتفشل فيها لوحدها تلقائي ما عرفش إزاي بتفضل وراها لحد ما تثبت أن أقدر يعني مثلا سي لو ما تفشل تنطع رجل واحدة تفضل تقع وتقوم وتقف من غير ما أنا أقول أردر مني لحد ما هي تعملها ولما تعملها هتتحكلي اللي هو أنا هو عملت طب فرحيني مدام مي مع النجاحات والبطلات دي أخبارها إيه في الدراسة الدراسة طبعا الحمد لله برضو بس بعد طبعا معاناة طويلة يعني هكلم برضو عن حتة صغيرة لرغم أن في وعي دلوقت بالدمج والأصحاب الهمم برضو في مشكلة في المدارس إنه هو الحد النهاردة 90% هقولك من أصحابي ومن ناس أعرفهم بيتم الرفض الرفض من على الباب يعني أنا من الناس اللي مريت سنتين أو تراتة بترفض من مدارس اسكندرية كلها بسبب أن أنا بقول بنتي فيها مشكلة بصرية بسيطة هم عندهم مشكلة بصرية يبقى النور يبقى برايل على طول ما فيش بديل آخر مع أن دلوقت الدنيا اتطورت فيه كمبيوتر في البنمج الناطق يقدروا يتعلموا بيه وأنا أم بقولكم مش هكلفكم حاجة بالضبط بالضبط فهي المشكلة فيه في مجهود كبير بيتم دلوقتي في توفير في المدارس في كل حاجة بس علاقة بتدريب المدرسين كمان والمدرين والإداريين عشان هو بمتفاهمين كلام حضرتك بالضبط وطبعا ده فيه طبعا تطور ملحوظ ودكتور هل عبد السلام فعلا فعلا أيما بجول كويس جدا وما فيش حاجة مثلا لو استشرتها نصحيتني أن أنا أكمل قاية لي ما توقفيش واخدي حق بنتك لدخليها مدرسة فالمشكلة أن المدارس بتتحجد بكذا حجة أن لا إحنا أخذنا النسبة لا إحنا ما بنقبلش الحالات دي ما بنقبلش الحاجات دي أه هذا اللي بقولك عليه تدريب وتأهيل بقى المدارين والمدرسين إنهم كيفية التعام والكيفية التخاطب مع أولياء أمور ومع الطلاب نفسهم ما هي دي للأسف الحجة بتاعتهم بس داخذ المدارسهم موجودة ونكحة الحمد لله ربنا رزقني والحمد لله تعتبر أشهر مدارسة الإسكندرية تامين يعني توتا دلوقتي عندهم هي أيقونة للنجاح وهما سعدوني جدا جدا لكده طب أنتوني مدارسة إيه عشان نشكر الناس فيكتوريا كوليجي فيكتوريا كوليجي آه مدارسة قميدة من ناسها رائعين لا جدا وهم مزيتهم الحمد لله هو رزق توتا إن أنا توانا بتتكرم في المدرسة على مدالية على نشاط برضو بطلب من المدرسين إنهما لو حيقيموا الولاد تعليميا توانا تتكرم سلوكيا واجتماعيا كانت إيه وبقت إيه بسببكو بيسمعوا مني مقدرين إعاقة توانا مثلا في الامتحنات بيتكبروا لها الخط عشان تقدر تستخدم الألم هو ده مجمعي اللي كنت بحكي عليه إنه ده اللي محتاجينه في مدرسنا بالزبط فقد الوزارة شغال عليه أخيرا أهلها النهائية تثبت وجودها في أصعب الأماكن نفسها تميز بيها في الحتة بتاعتها نفسي يكون أشجع أمهات زي نفس إعاقة توانا إنه هم ينزلوا لأن فكرة إن توانا تبقى اللاعب الوحيد بنت بالإعاقة دي في الجمهورية كلها ده برضو مؤخر توانا يعني هي ما فيش غيرها تقريبا وفي اللاعب محمد حسن برضو نفس الموضوع وثلاث إعاقات بعد الحلقة بتاعتنا هتلاقي كل الأمهات شرفت إنك كنت موجودة معايا شرفت إنك عمد اكتوانا نموذج كلنا نفتخر به هتبقى بطل أكتر من كده وهتبقى موجودة معانا إن شاء الله وهتنواردنا في صباح الورد للفترة اللي جاية صباح الورد عليك وربنا يباركلك فيها ويحفظها لك يا رب إن شاء الله خلصنا فقرتنا وخلصنا حلقتنا ولكن بكرة موجود معاكم في نفس المعاب من صباح الورد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة